السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلاب الثالث المتوسط ومراجعة الفصل الثالث اليوم إن شاء الله الدرس الثالث لدينا موضوع المقاومة الكهربائية سؤال وهو سؤال وزاري ما المقاومة الكهربائية وما هي وحدة قياسها وما أنواعها الجواب هي الإعاقة التي يبديها المقاوم للتيار الكهربائي المار خلاله ورمزها R وتقاس المقاومة بوحدة الأوم إذن تعريف المقاومة هي الإعاقة التي يبديها المقاوم للتيار الكهربائي المار خلاله ورمزها R وتقاس بوحدة الأوم أما أنواعها فعدنا نوعين مقاومة ثابتة المقدار ومقاومة متغيرة المقدار اللي راح نسميها بالريوستات ما مكونات المقاومة المتغيرة المقدار أو ما مكونات الريوستات تتكون المقاومة المتغيرة من أولا المنزلق وثانيا من سلك من النكروم هنا مثل التعليل يقول لي ما سبب وجود الإعاقة المقاومة داخل المواصلات عند مرور التيار الكهربائي خلاله يعني شن سبب وجود المقاومة أو شن سبب وجود إعاقة داخل المواصلات لمن يمر داخلها تيار كهربائي وذلك لأن الإعاقة ناجمة عن تصادم الألكترونات مع بعضها ومع ذرات المواصل مما يسبب ارتفاع درجة حرارة المواصل هذا هو سبب عندنا الموضوع السابع هو قانون أوم عندنا سؤال ما قانون أوم وما صيغته الرياضية تعريفة نقول وهي علاقة رياضية تبين حاصل قسمة فرق الجهد الكهربائي بين طرفي المقاوم على مقدار التيار المنساف فيه ويساوي مقدار ثابت ضمن حدود معينة وقد سمي هذا الثابت بالمقاومة الكهربائية إذن هو حاصل قسمة فرق الجهد الكهربائي بين طرفي المقاوم على مقدار التيار المنساب في المقاوم نفسه صيغة الرياضية لقانون أوم الار اللي هي المقاومة رح يساوي للفي فرق الجهد على اي اللي هو التيار أكيد المقاومة هي وحدة قياسها الأوم وفرق الجهد وحدة قياسها فولت والآي هو التيار وحدة قياسها الأمبير ما الطرق المستخدمة لإيجاد مقدار المقاومة الكهربائية شن هي الطرق اللي أستخدمها حتى أقدر أجد من خلالها المقاومة الكهربائية عدي طريقتين هناك طريقتين لقياس مقدار المقاومة الكهربائية هما أولا الطريقة المباشرة في هذه الطريقة يستعمل جهاز الأوميتر بربطه بصورة مباشرة بين طرفين المقاومة يعني ربط مباشرة على المقاومة أو بين طرفين المقاومة رح يقرأ لي مقدار المقاومة أما الطريقة الغير مباشرة ففي هذه الطريقة يستعمل جهاز الفولت ميتر وجهاز الأميتر اللي أخذناهم بالدرس السابق الفولت ميتر راح يقرأ لي فرق الجهد والأميتر راح يقرأ لي التيار حيث تأخذ قراءة كل جهاز ومن ثم يطبق قانون أوم اللي أخذناها السفوق بالسؤال R تساوي V على I لإيجاد مقدار المقاومة الكهربائية لذا نعدي طريقتين طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة هنا نعدي سؤال كذلك عرف الأوم شن هو الأوم نعرفه هي مقاومة موصل فرق الجهد بين طرفيه فولتا واحدا ومقدار التيار المار خلاله أمبيرا واحدا هذا هو تعريف الأوم سؤال آخر يوم سؤال وزاري وضح بنشاط كيف يمكن قياس مقاومة كهربائية صغيرة المقدار باستعمال الأميتر والفولت ميتر شون نقدر نقيس أو ممكن يقول لي طريقة سؤال غيرها شون نقدر نقيس المقاومة الكهربائية بصورة غير مباشرة أو باستعمال الأميتر والفولت ميتر ستكون بهذه الصورة أول شيء عدي أدوات أسلاك توصيل جهاز أميتر وكذلك جهاز فولت ميتر وبطارية مفتاح كهربائي ومقاومة صغيرة المقدار أولا تربط الأجهزة الكهربائية مع مراعاة ربط الأميتر على التوالي مع المقاومة المطلوب حساب مقدارها وربط الفولت ميتر على التوازي بين طرفيها حسب الأمور التي أخذناها بالدرس السابق أنه الأميتر لازم ينربط على التوالي والفولت ميتر لازم ينربط على التوازي النقطة الثانية تغلق الدارة الكهربائية وتسجل قراءة الأميتر والفولت ميتر يقسم مقدار قراءة الفولت ميتر اللي يتمثل لفرق الجهود على مقدار قراءة الأميتر اللي يمثل للتيار وذلك حتى أقدر أجد مقدار المقاومة طبقا لقانون عم الار في على اي وهذا هو رسم الدارة الكهربائية اللي تتكون من بطارية مفتاح وأميتر وكذلك مقاومة صغيرة المقدار وفولت ميتر وكذلك لازم أنتبه للأقطاب الموجبة والسالبة بالنسبة للبطارية والفولت ميتر والأميتر لأنه من التفقين من الدرس السابق أنه لازم نربط كل طرف من الفولت ميتر أو الأميتر اللي هو إذا كان موجب لازم ويه الموجب مع البطارية وإذا كان سالب مع السالب مع البطارية سؤال آخر ما الجهاز المستعمل لقياس المقاومة الكهربائية بصورة مباشرة وما هي الأمور الواجب مراعاة هذا السؤال الوزاري هنا يستعمل جهاز الأميتر حتى أقيس المقاومة بصورة مباشرة ولازم أراعي شغلة وسيطة اللي هي أن تكون المقاومة المطلوب قياسها غير موصولة بدائرة كهربائية يعني مفصولة عن الدائرة حتى أقدر أقيسها سؤال الوزاري جدا مهم ومكرر كل شفاية ما العوامل التي يتوقف عليها مقدار مقاومة الموصل موضحا تأثير هذه العوامل أدي أربع عوامل أولا درجة الحرارة حيث تزداد مقاومة الموصل بزيادة درجة الحرارة وهنا التناسب طردي طول الموصل تزداد مقاومة الموصل بزيادة طول الموصل وكذلك التناسب طردي مساحة المقطع العرضي للموصل حيث تقل مقاومة الموصل بزيادة مساحة مقطعه العرضي والتناسب عكسي أما النقطة الرابعة فهو نوع المادة حيث تختلف المقاومة الكهربائية باختلاف نوع المادة بثبوت العوامل الأخرى هذه الأربع عوامل المهمة اللي قلنا راح تتكرر الهواية وتتكرر الهواية بالوزارة لازم نضبطهم هنا أسئلة متعددة منها وضح كيف تتغير مقاومة الموصل بتغير درجة الحرارة يتغير مقدار مقاومة الموصل باختلاف درجات الحرارة التي تتعرض لها فالمواد الموصلة النقية تزداد مقاومتها مع ارتفاع درجة حرارتها مثال كالنحاس لما أزيد درجة حرارتها راح تزداد مقاومته فعند تسخين سلك من النحاس مربوط على التوالي مع مصباح كهربائي يلاحظ أن توهج المصباح يقل تدريجيا مع ارتفاع درجة حرارة سلك النحاس السبب نتيجة لنقصان تيار الدائرة وتفسير ذلك هو ازدياد مقاومة الموصل بارتفاع درجة حرارتها بعد عندي مواد عند انخفاض درجة حرارتها انخفاض كبير فأنها تصير فائقة التوصيل ومثالية في نقل الطاقة الكهربائية كذلك توجد مواد مثل الكاربون تقل مقاومتها بارتفاع درجة حرارتها وكذلك مواد تبقى مقاومتها ثابتة مهما اختلفت درجة حرارتها كالمنقانين والكونستنتان ذن الموادتين جاية فراغات وجاية الاختيارات اللي هي المنقانين والكونستنتان بعد وعند الكاربون هذا مقاومته يتقل كل ما ارتفع الدرجة الحرارة اما المنقانين والكونستنتان ذن مقاومتهم ثابتة ما تتغير مهما اختلفت درجة الحرارة وضح بنشاط العلاقة بين مقاومة الموصل وطوله الادوات بطارية فولتيتها مناسبة وسلك موصل طويل نسبيا مصنوع من مادة النيكال كروم ومصباح كهربائي واميتر وكذلك اسلاك توصيل وماسكين من مادة موصلة ومفتاح كهربائي شو نسوي به ذن المواد؟ يربط كل من البطارية والسلك والمصباح والاميتر والمفتاح على التوالي مع بعضها وكذلك يوضع الماسكين بين طرفي السلك سيتوهج المصباح وتسجل قراءة الاميتر ليتمثل لقراءة التيار الكهربائي النقطة الثالثة يحرك الماسكين على السلك نحو بعضهما تدريجيا لتصغير طول السلك يعني هنا أنا أقصر مسافة السلك سيزداد تدريجيا توهج المصباح وبالتالي تزداد قراءة الاميتر في الوقت نفسه وتفسير ذلك هو ازدياد التيار المنساب بالدارة بنقصان مقدار مقاومة الموصل نتيجة لنقصان طوله الاستنتاج أن مقاومة الموصل تتناسب طرديا مع طوله بثبوت العوامل الأخرى هذا نشاطي يوضح للعلاقة بين مقاومة الموصل وطوله كذلك عندي سؤال وضح بنشاط العلاقة بين مقاومة الموصل ومساحة مقطعه العرضي كذلك أدوات عندي مثل كل نشاط سلكين موصلين متساويين بالطول والمقطع العرضي من مادة النيكل كروم مصباح كهربائي اميتر اسلاك توصيل ماسكين من مادة موصلة ومفتاح كهربائي الخطوات يربط كل من البطارية وسلك واحد وسلك من السلكين الموصلين لازم ناخد سلك واحد والمصباح والاميتر والمفتاح على توالي مع بعضها ومن ثم نوضع الماسكين بين طرفي السلك سنلاحظ توهج المصباح وتسجل قرارات الاميتر هالمرة سناخذ السلكين بالطول والمقطع العرضي الثانيات هم تماثلين ونربط طرفين ببعض ونجعلهما كسلك واحد يعني نمزج السلكين كأنه سلك واحد لنحصل على سلك غليظ مساحة مقطعه العرضي 2A يقصد ب2A يعني ضعف مساحته نضع الماسكين بين طرفي السلك اللي هو السلك الغليظ يلاحظ ازدياد توهج المصباح بمقدار اكبر من الحالة الاولى للسلك المنفرد وازدياد قرارة الاميتر على قرارته السابقة وهذا يعني ان التيار الكهربائي المنساب في الدار قد ازداد بمضاعفة مساحة المقطع العرضي للسلك وتفسير ذلك هو عند مضاعفة مساحة المقطع العرضي للسلك تقل مقاومته عن ما كانت عليه في الحالة الاولى في ازداد التيار الكهربائي المنساب فيه نقطة السادسة الاخيرة اللي هي الاستنتاج نستنتج ان مقاومة الموصل تتناسب عكسين مع مساحة المقطع العرضي بثبوت العوامل الارض هنا أعدي فراغ المقاومة الكهربائية هي فراغ للمادة تبين إعاقتها للتيار الكهربائي المنسب خلالها هي خاصية فيزيائية للمادة تبين إعاقتها للتيار الكهربائي إذن خاصية من خواص المواد حتى تبين إعاقتها للتيار علل وجود عوامة داخل خزان الوقود للمركبات شنو السبب أخلي عوامة داخل خزان الوقود للمركبات وذلك لأن العوامة تعمل على تغيير مقدار المقاومة التي تتحكم في مقدار التيار المنساف في مقياس الوقود وعندما يكون مستوى الوقود مرتفعا يسري تيار أكبر مسببا انحراف أكبر لمؤشر مقياس الوقود والعكس صحيح شكرا جزيلا لمتابعتكم وأتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله